أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدنا الكرام أهلا بكم إلى فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار ها هي السنة الدراسية قد انقضت وبدأت تلميذ للدخول في عطلة الصيف وفي انتضاع فقط ربما الامتحانات الاستدراكية بنسبة لتلميذ المتوسط من الأولى إلى الثالثة والأمر كذلك بنسبة لابتداء والتناوي من الأولى إلى الثانية ثانوي فيما يدخل التلميذ المتوسط في امتحانات البيام نهاية أو بداية هذا الشهر بداية من الخامس جوان وكذلك امتحانات البكالوريا ابتداء من الحادي عشر أجوان المقبل مشاهدنا الكرام ولكن رغم أن تلميذ قد فرغوا من امتحانات آخر السنة التي كانت بداية من 21 وانتهت تقريب منذ يومين منذ الخميس هذا الأسبوع إلا أن بعض السلوكيات وبعض المظاهر التي يندلها الجبين يقوم بها بعض تلميذ بعض المربين بعض تلميذ الذين يدخلون في هوس يدخلون في سلوكيات غير تربوية غير بداغوجية نشاهد تمزيق للكراريس تمزيق للكتب وصل الأمر حتى إلى تمزيق المآزر التي صرف عليها الأولياء يعني ربما أموال طائلة ولكن هذا الأمر يستهجنه الكثير من التربويين كثير من الأولياء ولكن في المقابل نسأل أليس ذلك عملا عاديا لا يعد أن يكون سلوك لا ينم على أشياء تربوية بقدر ما هو سلوك عادي فرغ التلاميذ من هذه الامتحانات وبالتالي يعبرون عن فرحتهم عن خروجهم إلى العطلة بهذه السلوكات لماذا نأخذ هذه السلوكيات مأخذ الاستهجان ومأخذ ربما النقاش لأن الأمر لا يعد أن يكون سلوك طبيعي من تلاميذ مراهقين ربما لم يبنغوا حتى الحلم بالنسبة للمتوسط أو الابتدائي لماذا نركز دائما على السلبيات لماذا نركز على الإيجابيات كون أن هؤلاء التلاميذ قضوا عاما دراسيا وخرجوا إلى العطلة وهذا تعبير عادي فقط ولكن بالمقابل يسأل آخر لماذا لا نحضر التلاميذ في خروج إلى العطلة بعطلة ثربوية حقيقة ربما هناك استياف ربما هناك بعض الخرجات إلى النزه ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فلماذا نهول الأمر سنناقش هذا الأمر بين التهويل والتهويل إن أمكن مع ضيفي في البلاطو الأستاذ الناشطة الثربوي جلالي فرحاتي صباح الخير سيد الكريم صباح الخير نشكرك على تلميذ الدعواء قبل أن نفصل في بعض هذه السلوكيات وإن كانت هناك سلوكيات معزولة نتمنى أن لا تتكرر نتكلم من ناحية الإدارية من ناحية البيضاغوجية ومن ناحية التربوية معدل تلاميذ أو نقصد معدل الدراسة بتاعة تلاميذ سنة دراسية ماهل في الأسبوع يعني؟ لا نعرف الحجم الساعي نعرفه هل 30 أسبوع؟ 33 أسبوع؟ مقارنة من الدول الأوروبية؟ ماهل يقرأ التلميذ عندنا في الجزائر؟ السلام عليكم أولا نهنئ كل التلميذ على نهاية السنة الدراسية خاصة تلميذ الذين بذلوا جهدا وسيكونون إن شاء الله من الناجحين وأهنئ كذلك تلميذ الباكالوريا لوصلوا لمستوى النهائي طبعا للحصول على شهادة الباكالوريا وهي منعرج كبير جدا في حياتهم بالنسبة للمشوار الدراسي طبعا لا ننسى أننا مررنا بظروف استثنائية بمناسبة المرض انتشار عدوى الكوفيد طبعا هذا مما أثر على المحصول العلمي عند التلميذ في خلال السنوات السنتين الماضيتين أو ثلاث سنوات الماضية الذي أثر حتى في التحصيل العلمي لهذه السنة مما أثر حتى على إنهاء البرامج لأن الإنسان التلميذ مثلا في الرياضيات هناك دروس لم يدرسها التلميذ في السنة الثانية ثانوية ولم يدرسها في السنة أولى ثانوية أثرت بصفة مباشرة في بعض الدروس التي تقدم لسنة الثالثة ثانوية وهذا ثانيا زد على ذلك الدخول المدرسي المتأخر يعني هذا العام دخلنا تلميذ دخلوا متأخرين بأسبوعين لا أستاذ دخلوا في سبتمبر أول مرة دخلنا في سبتمبر في آخر سبتمبر لا في السابق كنا ندخل يوم ستة خمسة سبتمبر بالنسبة للتلميذ هذا العام دخلوا في 21 أظن سبتمبري يعني مقبول أن العوالي كنا ندخل في سبتمبر مقبول بالنسبة لسنوات الكوفيد لكن بالنسبة لسنوات السابقة غير مقبول والبرامج تخليف نفسه لا نتخلموا على حجم الساعية بالنسبة للمفروض يدرس سرميذ الحجم الساعي لسه أدري كم هو بالضبط كم من أسبوع لكن يبدأ من سبتمبر وعدنا عطلتين فقط ربيع وشتاء ربيع وشتاء عطلة نوفمبر يعني عطلة قصيرة مقارنة مثلا بالعطل في فرنسا لديهم أربع عطل ذات أسبوعين زائد عطلة صيفية يعني هما في فرنسا مثلا يقرأوا شهر ونص وما يأخذوا عطلة أسبوعين يعني على العكس في الجزائر يعني الحجم الساعي المتوفر في الجزائر أكبر بكثير من الحجم الساعي يعني كافي باش يقرأوا المقرر الدراسة نعم كافي باش يقرأوا المقرر الدراسة أنا كي يجاوبتني هكذا نقدر لكم نسأل يعني هذا التلاميذ اللي قرأوا من سبتمبر إلى نهاية شهر مايو بداية شهر جوان اللي عندهم الامتحانات وكان عندهم استدراك امتحان استدراكي بدأ يوم 18 جوان سيد الكريم يعني لهم في أريحية ما همش كانوا مضغوطين يعني عندهم وقت متسع باش يقرأوا وش رأيك؟ والله الوقت دوما له متسع خاصة في الظروف الحالية يعني في توفر الإمكانيات الدراسة توفر قنوات على اليوتيوب توفر الكتب توفر سلسل التمرين توفر كم كبير حتى من الدروس الخصوصية يعني في الحقيقة التلميذ اللي يكون مواظب على دراسته لا يوجد لديه أي ضغط لكن الغريب في الأمر عند بعض التلميذ يقرأ أيام الامتحانات فقط وبالتالي هذا الذي ربما سيشعره بوجود ضغط والأكثر التلميذ اللي يكون عندهم ضغط هم اللي ما يقرأوش في الفصل الأول والثاني يعني معدلات تكون متدنية وبالتالي يكون في الفصل الثالث يعني مطلوب منه باش يدير معدلات أكبر حتى يحصل على المعدل الصعود ربما هذا التلميذ هو اللي يكون مضغط كثيرا أستاذ خلينا نسألك على طريقة الرياضيين وعلى طريق يعني قصد الرياضة ماشتقى الرياضيات من أستاذ رياضات سابقا يعني في الحوارات بتاع الرياضة يقول لك حنا كنا بكاري لاعبين كون رجل قادم يقول لك كنا بكاري درك جاوبني أنت كيف كنا بكاري لا تكلموش عن السلوكيات اللي درك أنت كنت طالب وكنت تلميذ أنا شفت الصور تاعك تقريب حتى في السبعينات في ثانويات العاصمة كيف كان نهاية آخر سنة كيف كنتوا تديروا كنت خلصوا الامتيحانات في ماي ولا في جوان واش تديروا أولا في السابق في السنوات الماضية الوزارة لم تكن تتدخل أصلا في التدريس ولا في البرامج ولا في إنهاء البرامج كان حتى حتى توزيع سنوي كل ثانوية دير توزيع سنوي معين وكل ثانوية تبدأ من الدروس التي تراها تالي كانت البكالوريال لا يتكلم أصلا على إنهاء البرنامج لا يتكلم أين وصلتم وكان التلميذ يعني التلميذ والأستاذ كلهم مطالبون أستاذ حتى ما تدينيش الوقت نحن نتكلم لي الساعتين ولكن نتكلم عن التوقوس توقوس آخر السنة بالنسبة للثانوية توقوس بالنسبة للسنوات الماضية كما يقول كما كنا بكري كان الأستاذ والتلميذ مطالب باش يكمل البرنامج يعني تخيل حتى لو كان أستاذ قسم بدون أستاذ يروح يقرأ في أي مكان خطر على باله بالدروس على العكس في السنوات الأخيرة صبح قرارات من الفوق يقول لك بل لو كان ثانوية ما ديش الدرس فلاني ما تحش بكالوريا وهذا الثقافة خليت بعض التلميذ يتغيبوا على المؤسسة على أساس باش يحبسوا عتبت الدروس مسبقا معلش ما جوبتنيش جوب هنا في مكانك سيد الكريم أنا تقريب من تيجك يعني في نفس السن أنا قريد ابتداء إتاعي سنة 73 أول عام 73-74 في الطورة المصرية ضد احتلال صيوني ف73 كان بالنسبة لنا في آخر سنة كانت تقوص خاصة وهي أننا في آخر ماي بداية جوان ندروا حفلة ندروا حفلة نجيبوا القزوز هذا القرارة تعبقري نجيبوا مكاشف هذا الميرفاي حبة تعتمر إلى غير تلك ندروا أنشيطة ندروا مسرحيات ندروا لماذا هذه التقافة وهذه التقوص غائبة اليوم في مؤسستنا والله كان بعض المؤسسات ما زالوا يدروا هذه التقوص ثانيا أن في بعض المرات الإدارة تمنع التقوص خاصة بالنسبة للتعليم الثانوي كان بعض المؤسسين يمنعوا لأسباب ربما أمنية ولأسباب تنظيمية ولأسباب معينة لكن يبقى تعليم خاصة تعليم الثانوي يبقى كمرحلة مهمة في نهاية السنة في نهاية السنة البعض منهم سيكون عنده هذا الضغط لكن الغالبية أظن أنه يكون الأمر عادي جدا نتكلمه هذا بكري نتكلمه على ذلك يا أستاذ لما تمر في الشارع تعالى العاصمة هنا في بير خادم أو أن نذهب إلى حد أي مؤسسات رباوية نرى ما ظهر من البارح من هذه الخميسة الأمور حتى الآئيمات كالمعليها البارح في المسجد نحن إمام المزد في الحي نتكلم عليها في الخطبة الثانية أنه كل الأمور ممزقة الوتائق الكهرارة هي سلكتب وصل الأمر حتى تمزيق المآذر لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من المسؤول عنها بصراحة؟ بالله نبدأ بالمئذرنا لأن المئذر ربما هي ظاهرة لأول مرة نشوفه تمزيق المآذر المسؤولة الأول أن المئذر شره الأب شره الوليد والمسؤولة الأولى على المئذر هي الأم يعني لما يدخل تلميذ تحت مباشرة عن النساء بدت بنساء استجيلها بدت بنساء طور مباشرها يتبعو فينا اليوم لا بالدرجة الأولى لا للرقابة الأولية على الأطفال هي الأم لا يمكن إنسان ينكرها لو كان تنكرها نحن يهجمون كنساء يقول لك كيفاش نحن واقفين على أولادنا وانتا حبي تهمنا إذن الأم إذن الآن لما الأب يجي ويلقى المئذر تلميذ تاعه بدون أوليده بدون مئذر والأم ولدها بدون مئذر أول حاجة السؤال أين المئذر ثانيا أين أدواتك كان والله كان بعض الناس الآن مزانوا مخبيين كراساتهم تقالي ابتدائي وتقالي المتوسط ديرينهم من الذاكرة يعني من الأرشيف من الأرشيف تقالي ثانيا قضية تمزيق الكراسات يعني لو نديروا دراسة نفسية نحسوا كأن التلميذ هذا المتمدرس اللي مزق طبعا ليس كل تلميذ مزقوا كراساتهم كنا في السنة في العنوان قلنا سلوكية بعض التلميذ ليس كل تلميذ لأنه كان تلميذ يعني والله والله كان تلميذ جواهر جواهر الآن ما زال حد ساعة كان تلميذ ديروا في عينك أو كاين لغالب كاين لغالب كاين لي لازم في السنة أولى ثانوي يتوقف دراسه يروح تكوين مهاني يبقى ومخليينه حتى يوصل النهائي وهذاك من بعد يشوف رحوه خارج مجال التقاطية يقول لي راح يدير راح يقطعوا الكراسة حتى الثقافة قطعت كراسة قطعته وين ترميه في الحقيقة ترميه في المكان اللي يليق به ترميه يرمى أرماهم في الطريق برك الإنسان عامل النظافة هذا غدوة على بالك رجزت له أتعاب وأعمال أكثر من ذلك وياريت يخدمها بنفسية مرتاحة يعني راح يخدمها ونفسيته متحطمة للوضع اللي وصلنا عليه وصل التلميذ يمزق كراسه وما يخلي حتى أطر وأكثر من ذلك كين تلميذ من هدو اللي يمزقوا كراسه مرح يعودوا السنة ولما تعود السنة وتمزقت كراسك مش راح تديرهم بعد العام الجاي ثاني وتبدأ من صفر على الأقل تخلي شوية أرشيف تاعك ثانيا كين يمزقوا حتى الكتب والأعظم أن الصباح شفت منشورة حتى الدولة يعني تنفق عليهم أموال كبيرة حتى بنسبة المعوزين ولا الناس اللي ما عندهم مبلغ مالي معين يعطوهم الكتب باطل ليش أمر خطير وحتى التباسي حتى التباسي تلتمية ربعة عمية في السابق كانوا يرجعوهم الآن ما مش يرجعوهم إذن خلاص وشي يرجعوهم وغاستن حاجة كي جي باطل هذا كوالي مزقها هذه أموال دولة هذه أموال خزينة أموال دولة لا لا حتى حتى الأموال الشابرة أموال دولة مواطن لما يخسر درهمو الدولة سيحصل فيه إن شاء الله برك نستقبوا نحية نفسية ونحية البداغوجية على هالتلاميذ هل يكرهوا الدراسة الدرجة هل يقطعوا الأدوات يكرهوا المدرسة ولا وش يعني وش تقرأ والله هاي تقدر تقول لأن الطفل طبيعته لو كن خلوهم يقراش قا يعني كن خلوهم يقراش أصلا الطفل راه يقرأ لأن كين والدي هرهم واخفين عليه صح وبسبب الوالدين تعوه واللي راه يقرأ ويرح يروح المدرسة لأن لو كن ما يروح المدرسة كين إجراءات رح نيخذوها الوالدين ولازم يروح ويدوه بكل طريقة أما لو كن نتركوا لهم الحرية بلك في الابتدائي أغلب التلميذ يحبسون الدراسة أنا عندي أخوي دوكتر يقول لهم بكريو وخلطي يقول لهم نقرأ من أجلكم كي كان سخير نقرأ من أجلكم دركوا يقرأ ويضيف دراهم ليه ويضيف دراهم ليه وهذا هو وثانيا ضغط المؤسسات تخيل أنا في السابق نحرف المدرسة الابتدائية اللي قريت فيهم أنا ما كيش تصور كان سياج سياج شبكة هكذا يقدر التلميذ يشوفوا يشوفوا كين برا والناس اللي برا يقدروا يشوفوا التلميذ داخل مؤسسة يعني لو كن يوقف بجنب الجدار يقدر يشوف يشوف الموحيط الخارجي اسمه الحرام بكري الآن الباب 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 كان في السابق شباك الآن رأي بالحديد يعني مرصع وكأنه تأسجن التلميذ لما يدخل والله يحس وثانيا ضيقة يعني حتى الساعة ما كانش متأسع من ساحات بحجة أن الأماكن غير موجودة وكين اكتظاظ وكين يعني حتى التلميذ ميحش رقب اللي أرى مرتاح حتى لنهول الأمر ولنهول الأمر أقصد حتى مؤسسات يعني مبنية بطرق ما شاء الله الدولة يصرفت أموال مؤسسات لقاها يعني سنكي طوال بهذا المصطلح عندها الفيناء الكبير عندها مؤسس عندها سمحني أدوات ويمزقوا المآزر وليس مسؤولية المدير أو المراقب العام أو المشرف التربوي خليني أسمع منك الإجابة وموضع أخرى بعض الفاصل لو سمحت مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نستكملوا دراسة هذه السلوكيات بعض فاصل قصير ابقوا معنا لكم من جديد مشاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع البيضاغوجي الذي بدأناه في الجزء الأول ونتحدث فيه عن سلوكيات وموارسات بعض التلاميذ في بعض المؤسسات بخصوص تقوص نهاية السنة في الوقت الذي كان وقت ليس بالبعيد كانت هناك تقوص احتفالية بمناسبة نهاية السنة بين الأساتذة والتلاميذ كان حتى التلاميذ يدرفون الدموع على فقدان وغياب أساتذاتهم عليهم خلال هذه العطلة الصيفية وبالمقابل هناك المرة هذه والسنوات الأخيرة سلوكيات غير تربوية غير بضاغوجية نحاول أن نناقش أبعادها الاجتماعية والنفسية مع دائما الأستاذ جلالي فرحاتي وهو نشر التربوي أهلا بك من جديد سيد الكريم أهلا بك إذن حبينا نشرح الوضعية وقلنا ما هي عامة ونحن نتمنى ما تكون عامة ندرسوا فيها قبل ما يوصل الأمر إلى أكثر من ذلك أنت تكلمت على مسألة المآذر قلت بلية علاقتها بالأولياء وتكلمنا أن هذا الأمر ربما يختلف من شخص لآخر ظاهرة أخرى معلش كي يدير هذه السلوكات وكي يدير أخر بداية من شهر المارس يغادر الدراسة لا في التناوية متوسط شوية مازالوا مزايرين مشوية مشريفين مراخب العام متحكمين في وضعية الإدارة تكون متحكمة ولكن في التناوية الطفل عنده عشرين سنة وعشرين سنة قليلة تتحكم فيها بابا لا يقدر لوش فما بالك المشرف التربوي ولا مستشار التربية لماذا هذه الظاهرة العزوف على مقاعد دراسة ابتداء من المارس وبالمقابل النهائي يدوروا دروس الخصوصية والله ظاهرة انتشرت مؤخرا هي الغيابة الكلي من الفصل الثالث تقريبا وفي بعض الأحيان يعني لاحظنا بعد تريم حتى من الفصل الثاني يعني من الفصل الثاني يغيبوا أكثر من ذلك مش غياب فقط حتى في الاختبار لما يجي يدخل يكتب اسمه ويخرج يقول لك الصحف الباك مقابلة ودية ما تعرفش تلعب فيها تحويس ندخلك أنا في مقابلة رسمية هي على الأقل يدخل يدخل باك بلون يدخل اختبار التجريب يشرب ألعب في المقابلة الودية هذه وشوف روحك باش نقدروا نهضروا عليك في المقابلة الرسمية في مواقع الطعف مواطن القوة وثانيا لازم نعرفوا حاجة أن التلميذ كل ما يدير امتحان كل ما يتعلم أشياء جديدة صح لأنه رح يتعلم الأشياء اللي يخطأ فيها وكل أنا 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 تقريبا ما أعرفه أن التلميذ في كل امتحان يزيد يتعلم وربما يتعلم أشياء اللي لا يمكن أن يتعلم الخطاء أكثر من الصواد لأن الإنسان رح يتعلم من الأخطاء تاع الإنسان اللي ما عندوش أخطاء أخلاص موكيش مشكلة ولكن في الانتحان رح تكتشف الأخطاء اللي تصححها إذن قلنا غيب الفصل الثاني بحجة أنها رح يدير دروس أكسليرية كما يقولون ويبدأ يتغيب وأنا من تجربتي والله العظيم غير الأغلبية أتحد وكل ما يواظبوش الدراسة تاحهم في الفصل رح تكون نتائج تاحهم متدنية مقارنة بنسبة التلميذ اللي واظبو الدراسة تاحهم لماذا سبب سبب الأول أن الإنسان اللي ميروح يقرأ من مؤسسة أصبح يصبح ريقد ويقول ما زال عندي الوقت وممكن يرقود بعد يوال في الرقاد ويبني نوضع 11 ونوضع 12 ومبدأ يقرح ووقته لا يقرأ يدخل هذه المجموعات هذه والعياد وبالله الناس اللي يديرها خاصة دوارة 120 300 وحتى 1000 تلميذ في الرياضيات ربما تقولي في تاريخ الجغرافية نحن يحفظون نكرر مع بعض نكرر مع بعض ربما لكن الرياضيات الرياضيات ورقة وقلم اللي حبي تعلم الرياضيات لازم يقعد على الكرسي وقعد على الطاولة ويرفد القلم ويرفد أوراق مشي ورقة يرفد أوراق ويرفد كراسات باش يقدر يتعلم الرياضيات لأن الرياضيات هو تفكير هو بناء منطق تفكير لغدوة لما تدخل الجامعة لما تروح بأي اختصاص راح تكون متمكن به بالتفكير بهذا التفكير إن شاء الله برك تلميذ تعنا يأخذوا هذا الأمور بعين الاعتبار ويتابعوا دراسكهم ثانيا المسؤولية الأولياء انت الولي تلميذ وليت الأب يعني أب وأم وليدهم يروحش للمؤسسة وعادي عادي جدا والله عادي جدا أنا هذه المرة نعرف ولي ولي تلميذ وليده في الفصل الثالث يدرسون مترسة خاصة وليده تغيب النهار أقام عليه الدنيا وأقعدها كيفاش تغيب النهار وبقى متابعوا إلى آخر يوم لم يتغيب ولا وحصا يعني والتاني هنا تعرف دور الأولياء تقريبا أستاذة فالحاطر أنا بنا نشرح في الوضعية ولكن مربما نحاول نعطيه علاجات لأنك انت تربوي قبل ما تكون شيء وتكون أولي ويهمنا أولادنا ويهمنا أولادنا الجزائر وتهمنا المؤسسة التربوية ويهمنا التعليم في الجزائر لأن الجزائر تنفق أموال طائلة على أولاء التلاميذ رأينا عنا 11 مليون رأينا دولة دولة غير الناس اللي يقرأوا في الابتداء ومتعوسطه ومتكلموش على الجامعة سيدي الكريم بالنسبة للتغيو فيه وقت من الأوقات حبوا يدرون في السنتاز بطاقة ترقيبية التركيبية تعني هذه السنة ترى حل هذا؟ والله كانت موجودة سابقا سابقا موجودة سابقا مما يجعل التلميذ يهتم بدراسته داخل داخل مؤسسة وفي السنتاز يعني في السابق مثلا أنا نشفى دروبها الراشا في البداية كانت النقاط اللي تعطعتها على البكالوريا كانوا يطلبونهم لبولتا باش يدخل الجامعة في بعض الاختصاصات يقولوا جيب لي جيب لي البولتا باش يشوفك أسكو نقبلك ولا ما نقبلك شو بتالي يعني كشف النقاط كان عنده دور كبير جدا ثانيا لا فيش دوسنتاز الآن يريت يعطولها أهمية إن شاء الله وترجع باش نستأخذ بعض الاهتبار ويبدأ التلميذ عنده يعني كم يقولوا عنده أهمية في الدراسة تالي تالي تلميذ مثلا قانونيا لما يغيب شهر يفصل يفصل أنا كنا إشعار أول إشعار ثاني إشعار ثالث مدخل يخرج في الحقيقة يفصل يفصل التلميذ الآن التلميذ ميجيش كامل فاصل لما يرصف البكالوريا يخليه يعود هذا في الحقيقة ره مفصل متخليش يعود أصلا البكالوريا متخليش يعود السنة بكالوريا هو حر باش يعود مع الأحرار لكن بقات الأمور تمشي هكذا سيبة ثانيا لما تعم تخف يبدأ يقول لك يعقبونا كامل ومبعد حتى الإدارة تطرخها نحن سنوات سابقة كنا منعطوه مش لكون فوكاسون هذي مكان خرجوه من الإنترنت كان فوكاسون نحن في الإدارة لما التلميذ ما يخرج نعاقبوه أنه فوكاسون يضيش لأخر دقيقة ويجري وبالتالي ما يغيبش المؤسسة يقول لك لو كان تغيب فخر العام ما يعتبرون لك كامل ويجري لنذهب لنذهب للبعض أو لنذهب يضر لقد دخل الثقافة ودخل حقوق تلميذ ودخل الحويج ودخل ودخل إدارة حاجزة لأنه لا يوجد وسائل الردع لا يوجد الإدارة ومدير لا يوجد هذا المصطلح الردع لأنه في وسط ثربوي يكون التوعية وتكون التحسيس نمشي التوعية والتحسيس بالنسبة لهذه السلوكيات وأخذها سلوكات معزولة نتكلم عليها لكي لا تكتصر لا تكون كثيرة في المجتمع هذا التمزيق للأدوات وهذا التمزيق للمآذر الجديد كيف نعارجها أستاذ نتك النشاط ربوي أولا بالنسبة الغيابة أو التلميذ غبط من المؤسسة أنا أتكلم عن الرياضيات مثلا إذا تدخل في كم كبير من الطالبة والأستاذ واللي وانت تتابع وانت تتابع وتكتب وش راي يكتب الأستاذ هذه ليش قرية وهذه ليش رياضيات رياضيات هي أنك نتا تقعد ونتا تحكم التمرين ونتا تحاول فيه ولما يستصعب عليك تسأل صاحب الأستاذ اللي رح ربما يعاونك ببعض التوجيهات حتى في الرياضيات سمعناهم يغنوا يقروا الرياضيات بالغناء الرياضيات هو تفكير الرياضيات ورقة وقلم الرياضيات ليش تحفظ تحفظ للرياضيات بالنسبة لهذا الضواهر كيف نعالجوها أستاذ بالنسبة لهذا التبزيق تعل الأدوات وعدم اهتمام بآخر سنة والفرحة لأن تلاميذ خرجون رمال مو يفرحون لأنهم أدوا عام حتى مقابل هم اللي رحين يوصلوا الأم ومدرساتهم نحبولها نكره الأم هي الأساس في الأسرة خاصة بالنسبة الأطفال والطربية والنجاح تعلق أبناء تعنا نوصي بشي تابعوا ولادهم خاصة في نهاية السنة عن توجيه مثلاً عن قضية الغيابات رح نقول لك بللي كل ما تتغيب المؤسسة رح ترقد ورح تتكثر من النوم ورح ينيروحوا لك ساعات كثيرة من النوم ثانياً أنه لما تكون داخل المؤسسة هناك الاحتكاك مع زملائك يعني كان بعض المرات التلميذ يتعلم من زملائي أكثر أشياء اللي ما يتعلمهاش مع الأستاذ تاعه كان حواج ربما ما يفهمش مع الأستاذ تاعه ولكن أثناء النقاش مع زملائه ورح يتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله برك الناس أولادنا هذو يشوفوا أولاً يفكروا كاركتر تقطع وتمزق وتترمي في اللارد شكو اللي رح يرفدها وهذه مسؤولية أمام ربي قبل أمام الدولة لأننا بعد المرات نشوفوا الأمور هذه تقارب دون جات وشكل مؤسسة دلها شرطي ووقفين عليها دولة وفرق الأمور أنت هذه حاجة تهمك أنت شوف من الذنوب اللي رح يحس بنا عليها ربي أنك ترمي وينجات ترمي ما مبره في الشارع تشرق قرعة ما يترميها أنا بالنسبة لي أراه ذنب ذنب مواطنة مهمة حقوق المواطنة في الخمت دقائق حتى لا نضحوش على أولادنا الحمد لله رهم أولاد صغار نأخذوا بيديهم مش يعني نضحوا لهم بلزاف ولكن سلوكيات لازم نندد بها لازم ما نقبلها هذه السلوكات حتى لا تتعمم ولكن فيه كذلك طالبة مقبلين على شهات الباكالوريا ربي ينجحهم فيها أوليار مقلوبهم علي يضيهم على قلوبهم يسنوا في الباك يسنوا في البيام وإن شاء الله ينجحوا ولكن لازم نأخذوا بيديهم من خلال هذه النصائح مترشحوا البيام وش مطلوب عليهم قبل ما نرخوا الباكالوريا المترشحين طبعا لازم يرى المراجعة بالدرجة الأولى لما نقول مراجعة تراجع الدرس اللي قرأتهم اللي فاهمتهم صحيح أما الدرس اللي مكشفهمهم ما نقول لك شا راجحهم ما نقول لك روح قراءهم كين فرق بين تراجع وبين قراء تراجع حاجة اللي فاهمتها سابقا نروح راجحها أما الدرس اللي مكشفهمهم تروح تعود تقرأ ولازم ندير في بل بل يتقرأ وتقرأهم الصفر وتعود التبني ما هذا بالنسبة للبيام ولا بالنسبة للثانوية ثانيا ساعات النوم الإنسان لازم يعطي نفسه وقت من الراحة والراحة لا تكون إلا بالنوم يعني لما ترقد في ساعات وترقد في الليل مش في النهار مش في الليل تصهر حتى لصباح هم بعد ترقد في النهار تقول لي راح نرتاح عندك سبع ساعات إلا ثمان ساعات يوميا هكذا ما هكذا وش يقول أهل الإختصاص ترقدهم في هذي كل ليلة باش غضوة تقدر تواصل العمل العمل متاعك هذا وش يقدر صديق الكريم بالنسبة لكل واحد عنده توقص في تحذير الباكالوريا والبيان وش يدير كي المواضيع شانتيون وش يدير يقول لك اليوم يجيبون لغاريتم ولا يجيبون للأسية وغير ذلك ويخير هل يجبون يقرأ كل شيء ولا في أخر العام في أخر سمانة الخراء ولا يخير قال ركز على ما جبوهش لعملي فات يقول لك ما جبوهش لوغاريتم لعملي فات وش رأيك للأسف شديد أن هناك البعض بعض المشعوذين يعني يتنبؤ لهم بالباكالوريا بالياد العام الدرس الفلاني مش رح يتاح ياريت لكن لما تقولوا الدرس الفلاني مش رح يتاح مش رح يتاح كما كانوا يهضروا العدد المركبة حملة كبيرة باللي العدد المركبة مش رح يتاح في الباكالوريا وأخيرا إن شاء الله رح تكون في الباكالوريا وربي وفق تلميذ حاول تقرأ كل شيء باش كي تدخل الداخل أولا كي تكون مراجع كل شيء نفسيتك لما تدخل إنتي حان متخش مطارئ عدنا مقاطعة يا أستاذ أنا كتلميذ أنا رجعت كل شيء ولكن كي كملت حبيت نركز على على شيء معين هل هذا تربوي شوف كي نقولك تراجع كل شيء لم أكن أركز على وش حبيت المهم أنك مراجع كل شيء صح عليش لأن اللي مراجع كل شيء كي تخل إنتي حمي تقولش متخوف بس أتخيل الواحد ما قراش للدروس وداخل داخل خايفي تحلو درس من الدروس سيد كريم في كلمة أخيرة في دقيقة أو أقل من ذلك تحدثنا يعني بعض نصاح للتلاميذ الباكالوريا والبيام بالنسبة لامتحانات هذه تعلق الباكالوريا أو البيام هي امتحان كباقي الاختبارات التي التلميذ رح يديرها رح كل الظروف رح تكون مهيئة يعني ما عندك حتى مشكل رح تلقى الأوراق تلقى الحراس اللي حضروا لك الهدوب حيث حتى وحد ما رح يقلقك ثانيا أنك في الامتحان رح تدخل بش تجوب مشي بش تكمل الامتحان بش تكمل الموضوع انت مطالب بش تجوب صحيح حتى ومتكملش الموضوع تكون جوبت صحيح رح تكون عندك علامة مليحة لكن لما تتسرع بش تكمل الموضوع رح تسقط في أخطاء والأخطاء هذه رح نيضيعوا لك وفي الأخير ما تكملش لكن إذا كنت تجوب بهدو بش تجوب صحيح رح تلقى العوك في الأخير جاوبت صحيح وكملت الموضوع وهذا هو اللي يهمنا وما تضيعش وقتك في المسودات لأنك كان بعض الأشياء اللي تعرفها اكتبها مباشرة في المبيضة وحاول تهتم غير بنفسك يجي بابك ويمك قاعدين من وراك ما تحاول توري الواحد ما تحاول تاخذ معلومة على واحد وثانيا لما تكون إيجابتك مقتنع بالإراك صحيح ما تحاول تسمع حتى الواحد لأنك كان بزاف تلميلي يكون دير حاجة صحيحة ربما يشوف زميله دير حاجة أحد أخرى من بعيد يعاود يغير وينحل الأشياء الصحيحة ويخرجوه وهذه منتشرة كثيرا في الامتحانات خاصة الامتحانات الرسمية ونثمن لهم فقط التركيز في الامتحان والنوم الهادئ كان واحد القضية يجب أن نقول له ليها يعني تعرف كي تأتي ورقة الباك فيها ورقتين مزنوجتين كما هكذا وفيها موضوعين مختلفين وش يدير وكما يفسرش مي قطعش الورقة يهز موضوع الأول جزء الأول من الموضوع الأول وجزء التاني من موضوع الثاني وهكا يدخل في حيصة بيس كيف توجه هذه الملاحظة لأنها تريزان كورتون مهمة بزاف الباية في الباك نعلمهم فقط بللي لما عندنا موضوعين لما تجاوب على الموضوعين شوية منها وشوية منها رح يأخذوا لك الموضوع الأول وهذه اجتهادات بعض المراكز رح يأخذ لك الموضوع الأول ولو رك خادم تمرين وخادم في الآخر زوج تمرين ونحي نتمنى مي دالاش أصلا نتمنى مي أصلا ما لازمش دالها إذن عندك زوج مواضيع مزق مزق كل موضوع في ورقة شكرا مزق خب الورقة لأخرى ونتمنى النجاح كل طالبتنا وكل تلامتنا في هذه الابتحانات الرسمية شكرا لك الأستاذ ناشط التربوي يجي لفرحاتي لكل هذه المراحضات نقاك الفرصة قادمة بحول الله مشاهدنا الكرام هنا لأتي إلى ختام فقرة النقاش لكن غرفة الأخبار متواصلة مع بقية الفقرات وبقية الزملاء سلام الله عليكم